كشفت رئاسة أمن الدولة عن عدة صور لعمليات الانتحال التي تجرى لسرقة الأموال معكدة على ضرورة الحفاظ على سرية البيانات البنكية والمالية ومن بين أشكال الاحتيال التي حذرت منها رئاسة أمن الدولة إنشاء منصات اجتماعية ومواقع وهمية تدار من خارج المملكة للقيام بتزوير مواقع حكومية ومواقع توظيف واستثمار معروفة بهدف سرقة المعلومات المصرفية كما شميلت الأساليب انتحال صفة موظفي البنوك عبر الاتصالات الهاتفية والرسائل البنكية لطلب المعلومات الشخصية بزعم إنقاذ الحساب البنكي من الإيقاف ومن ثم سرقة الحساب بإجراء تحويلات مالية هذا وأوضحت أن المحتال يستخدم تقنيات الاتصالات المختلفة لعرض الاستثمارات الوهمية في العمولات الرقمية والأسهم المحلية والخارجية مع إيهام الضحية بتحقيق مكاسب عالية وسريعة مستخدما صورة مزيفة للمحفظة الخاصة به لكسب الثقة وطلب تحويل مبالغ مالية فضلا عن الإعلانات عن فرص وظيفية بعقود مزيفة ترسل عن طريق البريد الإلكتروني عبد العزيز الفترة الماضية شاهدنا الكثير يشتكي ومقاطع انتشرت بشكل واسع تم خداعهم من خلال هذه التصرفات إما أن يتصل شخص من يقول أنه من البنك ويطلب الرقم السري ويطلب رقم البطاقة إما أن يقول لديك وظيفة ونريد معلوماتك الشخصية ورقمك البنكي حتى نحول لك الأموال وغيرها أيضا ما يتعلق اليوم رئاستها من الدولة تحذر مما يتعلق بالعملات الرقمية والأسهم المحلية الوهمية بشكل أصح وتكون في روابط مزيفة ومزورة يعتقد الشخص الذي يدخل فيها أنها موقع رسمي وموقع صحيح لكن عندما يتتبع الحروف حق الرابط يجد أن هناك غلط ويجد أن هناك خطأ فيما يتعلق بالرابط المزور أو الوهمي صور كثيرة محمد قد تأتي للشخص عن طريق رسالة سواء عن طريق البنك يعني يجيك الشخص عن طريق البنك أو يجيك بأسلوب أنك ربحت جائزة صحيح الحمد لله رئاسة من الدولة في الفترة الماضية جهودها مستمرة وواضحة في القبض على هؤلاء المنتحلين موسيقى